بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم المقطع الصغير خالص دهوت واللي انا مكرره اكتر من مرة انا كنت منهرة في مزرعة ما ولقيت الحالة دي تعالى الخيار فحبيت يعني ان انا اشارككم المنظر اللي حضراتكم شايفينه دهو طبعا لو ركزت كويس هتلاقي فيه احتراق لحواف الاوراق احتراق اه لحواف اوراق الخيار تمام طيب ازاي اه طبعا الاحتراق لحواف الاوراق ده بيجي عندنا نتيجة او اشهرهم يعني بيجي في حاجتين الحاجة الاولى ان ممكن يكون عندك الاملاح عالية فيه التربة تمام او ممكن يكون عندك اه نقص في عنصر البوتاسيوم تمام طيب اه القصة بقى تبان معنا ازاي او نعرف نفرق ما بينهم ازاي اه اول حاجة بالنسبة لو عندك الاعراض نتيجة الاملاح تمام اللي هو بيبقى تركيز الاملاح ان كان صوديم وكلورايد وخلافه لما بتزيد في التربة جماعة بتعمل لنا تركيزات عالية في منطقة الجزور فبيصبح عندي مشكلة او تركيز الاملاح على فالنبات بيحصل له شوية مشاكل تمام طبعا النبات بيمتص الاملاح تمام الاملاح ده هي بتتبخر بتمشي في النبات عادي خالص زيها زي السمات مو السمات ده ملح تمام فبتبصت لقيها تتحرك تتحرك في الورقة لحد ما بتوصل لحواف الاوراق تمام لما بتوصل لحواف الورقة التركيز بتاعها بيزيد لانها طول ما في الورقة المية اللي في الورقة نفسها يعني بخففها التأثير بتاعها شوي طيب لما الاملاح بدي بتقعد تتطرد لحد حواف الاوراق بيبدأ تركيزها يزيد لما بيبدأ تركيزها يزيد بتبدأ تتحرك زي ما حضراتكم شايفين كده ده باختصار شديد اللي بيحصل ليه الاملاح تمام لذلك انت عايز تشبهها بايه فتح لي دماغك في الحتة دي بالله عليك تشبهها بايه النقاط عندك لو بنقاط في ارض حتى لو ارض يعني في نسبة املح بسيطة بتبص تلاقيه على الحواف بتاعت النقاط تلاقي فيه الملح عامل دايرة بيضة دايرة البيضة دي نفس اللي بيحصل في الورقة الورقة تركيز الاملاح بتاعها بيبقى على الحواف بتاع الورقة بيبقى عالي تمام المية بتتبخر تمام وبتسيب لي الملح ده على الحواف فبيعمل احتراق لحواف الاوراق تمام طيب القصة دي اتبقى اه اعرفها ازاي ان كان فيها مشكلة هي ولا المشكلة عندي من البوتاسيوم تمام اول حاجة البوتاسيوم حضرتك عنصر اه سريع الحركة تمام ولما بيحصل النقص بتاعه بيبدأ النقص بتاعه منين ها ها هيقول اهو بيبدأ في في الاوراق المسنة اللي هي اللي تحت يعني تمام لان البوتاسيوم بيموت نفسه او الوراق المسنة بتموت نفسه عشان ابنها الصغير اللي فوق اللي هي ورق اللي فوق تمام حلو التشبيه ده يعني عند الوراق اللي هي المسنة لما بكون فيها بوتاسيوم بيتبقى هي زي الام ما هي قبرت تمام بتدي ابنها كل شيء ما ما عندهاش مشكلة خالص فبتدي الوراق الصغيرة تمام فبتحرك البوتاسيوم من الاوراق المسنة بيتحرك لي الاوراق الحديثة تمام فبيحصل المشكلة فين الاحتراق بيحصل فين على الاوراق المسنة تمام يبقى الاملاح هيظهر لي على كتير من من الاوراق النباتي يعني مش هيوصل لو تركيز الاملاح يعني مش كتير قوي مش هيظهر للخمة النمية تمام ولكن هيبقى في اكتر من ورقة بالنسبة للنباتي يعني تمام من تحت الفوق طيب بالنسبة للبوتاسيوم لا في النسبة للبوتاسيوم هيبقى الوراق اللي تحت هو اكتر حاجة فيها احتراق للحواف بتاعته وبتظهر يعني بحاجة صفار خفيف خالص كده تمام طيب دي رقم واحد الفرق بينهم بالنسبة للاملاح هتلاحز ان النبات لونه كاتم لونه ازرق كاتم وده طبيعة الاملاح لما بتشوفها نتيجة تركيز الاملاح في النبات فبتخليه اللونه ازرق كاتم تمام ومتقزم تمام اه الزيادة ممكن ما تقزمش النبات اوي ولكنها بتأثر عليه برده وخصوصا في اوقات البرودة تمام اوقات البرودة بالذات النبات بتلاقيه اه متقزم والمسافة بين السلميات زي ما انت شايف كده مش كبيرة تمام فدي كل دي حالة بتدل على ان في هنا في مشكلة في قصة الاملاح تمام البوتاسيوم هتلاقي النبات مش لونه مش ازرق داكن لا هتلاقيه عادي فاتح مش مش ازرق داكن تمام طيب هتلاقي الاملاح برضو حالة الاملاح دي طب نعمل فيها ايه وحالة البوتاسيا بنعمل فيها ايه عشان عليك اول حاجة لو انت بتسمد اه بالنسبة للاملاح لو انت بتسمد وظهر عندك المنظر اللي انت شايف قدامك دا المنظر دا على فكرة مش عجيبني يعني تمام اول حاجة تعملها اه مش على طول مخفض من وحسيبك من القصة دي بحالة اول حاجة تعمل حضرتك ان انت هتبدأ اه توقف التسميد لو الحالة دي ظهرت بالوضع دا وقف التسميد اطلاقا وقفه تمام وبعد ما توقف التسميد ممكن تدي رية تزيد الرية عندك شوية وتوقف التسميد خالص لان التسميد دا عبارة عن املاح يا جماعة وعلى فكرة الحالة دي ممكن تزيد نتيجة زيادة التسميد برضو لو انت زيدت التسميد نفسه لان الاسميدة دي عبرها عن املاح تمام لما برضو بتزودها بيحصل في النبات الوضع ده هو تمام فهتوقف التسميد وهزيد بس عمليات الري شوية تمام وهتبدأ تحط ان كان مزيل الاملاح اي نوع ان كان تمام عندك انت جربته كويس وهتبدأ كمان تحط مرة كل اسبوع هيومك تمام لان الهيومك بطريقة تانية ولفة كبيرة كده برضو بي ايه الى حد ما بيزبط لحتة الجزور بالذات وهي حدة ايه يا جماعة يعني فيه حاجة مش عارف يعني ايه فيه حاجة بسموها البفرنج كبستي او يعني جماعة اللي هم درسوا اراضي بس متعمقين شوية فيها في حاجة بسموها البفرنج كبستي للطربة او السعة التنظيمية الهيومك ده بيعمل عملية سعة تنظيمية بالنسبة للطربة يعني ايه سعة تنظيمية جماعة يعني ما بيتغيرش البيئتش يعني يعني بيزبط البيئتش يعني ما بخليش البيئتش لا يعلى اوي ولا ينزل اوي ده دي السعة التنظيمية بقى الهيومك الى حد ما يعني طبعا اللي بيعمل القصة دي السعة التنظيمية دي بتكون معلش مش عايز ادخل في قصة تتعمقه فيها اكتر يعني خلينا في اللي احنا فيه يعني السعة التنظيمية دي في الاراضة الطينية بتكون عالية شوية عن الاراضة الرملية تمام وبتكون اه مع وضع المادة العضوية وموضع الهيومك بيكون السعة التنظيمية بتعلم عاك او بيسموها البفرنكة بسك لو اه بالنسبة لجماعة لدرس درسة عليا يعني تمام فالهيومك بيزبط للسعة التنظيمية دي بزبط للبي ايتش والبي ايتش طبعا لما بتزبط بين عاكس كله على الحالة الطربة بتبقى اكيد كويسة جدا وخصوصا منطقة الجزور تمام طالما منطقة الجزور بقت كويسة اكيد النبات هيبقى كويس تمام في حاجة تانية بالنسبة للهيومك الاملاح قلنا اللي فيها طيب بالنسبة للبوتاسيوم ما عندكش غير انك انت تبدأ تغير بس تشوف تكشف على السمات بتاعك هل السمات ده مزبوط ولا لا دي اول حاجة تمام ممكن السمات يكون عندك مغشوش انت تحط بوتاسيوم مفاكرا ان الدنيا كويسة يعني تمام وقد يكون البوتاسيوم اصلا مش مزبوط اول حاجة تزبط البوتاسيوم اللي عندك وتكشف عنه هل هو مصدره كويس ولا لا دي حاجة حاجة تانية لو عندك نطرات بوتاسيوم ياريت تحط نطرات بوتاسيام لو ما عندكش ممكن تضيف سلفات بوتاسيام مع حمض نتريك وياريت قبل بداية الرأي كده تحط حمض نتريك تمام قد إيه للفدان ممكن تحط له لحد 5 كيلو ما عندكش مشكلة وممكن تحط 10 على الفكرة أو 15 والله ما في مشكلة خالص تمام أهم شيء تكون المية على قد الحامض حمض نتريك ده أصلا ده نطرات يعني فاهمني من الآخر فبتحط حمض نتريك عشان يسر البوتاسيام شوية تمام طيب غير كده في حاجة اسمها بوتاسيام سائل تمام ممكن حضرتك هتبدأ ترش البوتاسيام السائل في حاجة كمان بتميز الأملاح عن البوتاسيام وهي أن البوتاسيام يا جماعة طبعا لو النبات صغير مش هتشوف فيه الثمار تمام طب لو النبات كبير لا أكيد طبعا فيه الثمار بتاعته هتلاقيها عبارة عن زي الأولة كده تمام هي أو البوتاسيام عكس الكالسيوم الكالسيوم هتلاقيه الحباية مستدقة من ناحية ايه من ناحية الطرف الزهري تمام البوتاسيام هتلاقيه زي الأولة من فوق السمرة تلاقيها رفيعة ومن تحت تلاقيها ايه عاملة زي الأولة أو منتفخة كده تمام من تحت تمام الكالسيوم عكسه تمام البوتاسيوم كمان بتدخل فيه حالة جماعة أن الثمار نفسها بتيبقى زي المتحزمة كده يعني من الوسط رفيعة ومن فوق ومن تحت تلاقيها ايه تلاقي الثمرة طبيعية خالص بس في الوسط كده تلاقيها طبيعي تلاقيها رفيعة وطبعا الحالتين دول حالة الكالسيوم البوتاسيوم بالذات طبعا بتنعكس على أن الثمار بيبقى فيها مشاكل كبيرة زيها زي الكالسيوم لتنين للأسف الشديد الثمار أو معظم الثمار بتاعتهم ما بتكونش كويسة تمام أو ما بتصلحش يعني إن هي تتباع وحتى لو حصل إن هي حصل فات تسويق للأسف الشديد بيبقى الأسعارها بتبقى ضعيفة جدا شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلش أنا طويلت بس والله لسه في كلام كتير شيكو في المكان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة